طيب النادي لانه فجأة حصلت دربكة كتير جدا ولان الموظفين بتوع الشباب الرياض بيجروا بيجروا من النادي بجد يعني انا بكلمكم رواية زمين صحفي قالك انا لقيت الموظفين اه بالحرف اسبرنتات جاري من الجنينة ليه محدش فاهم الى ان بدأت الامور تتكشف قالوا لانه كان المفروض يعرض امره على الجمعية العمومية اللي نقشت الميزانية اللي حضرها امتين واحد طب وانا مبدئيا عشان يبقى الامر بين وما يحدث مع النادي الاهلي هو امر غير مفهوم من قبل الجهة الادارية ولا من قبل اللجنة الالمبية ولا من قبل اللجنة اللي اشرفت على الانتخابات والمستند واضح وصريح محضر اجتماع الجمعية العمومية اللي السادة الافاضل وانا اتمنى على اللجنة الالمبية ما تضطرواش تقولوا كلام مش حقيقي التسريبات اللي بتطلع للجرائد اصل الجمعية العمومية دي ده غير دي ده كلام يتنافى تماما مع اي حد عنده شوية من العقل المحضر اللي خاص بالجمعية العمومية اللي بتقولوا كان يجب عرض امر العضو المزكى او نائب رئيس المزكى اللي السادة العمري فاروق خدوا بالكوا قدامكوا محضر اجتماع الجمعية العمومية للنادي الاهلي المنعقدة يوم الجمعة 26-11 لمناقشة باقي بنود جدول الاعمال المهان سعد لقلكوا المصار الاولاني كان مصار الانتخاب بعد الساعة سبعة اغلاق باب التصويت وقبل بدء الفرز يتحول السادة الاعضاء اعضاء الجمعية العمومية للصالة المغطاة عشان البند التاني او الاجتماع التاني للجمعية لمناقشة بند الميزانية والبنود اللي وردة في جدول الاعمال البنود الوردة في جدول الاعمال فيها موضوع ضمن البنود موقف المزكى لا التصديق على محضر اجتماع مجلس الادارة مفوضا النظر في تقرير مجلس الادارة عن اعماله اعتماد الميزانية والحساب الختامي انتخاب مجلس الادارة للدورة كذا واعتماد فوز منصب نائب الرئيس بالتسكية بصوا اهو هو احالها للاعتماد بالضبط وتعيين مرائب الحسابات وتحديد مكافآته اعتماد تقرير مجلس الادارة عن رواتب ومكافآت المدير التنفيذ والمالي والنظر في كذا وزيادة مقابل التحق في عضويات النادي في الشيخ زادة والتجمع الخامس ثم كتب السيد المستشار رئيس اللجنة ما وقع عليه بيده سيد المستشار احمد لطفي عبد الرحيم حسن السيد المستشار اسامة عبد العزيز تاج الدين ويريت التوقعات تكون واضحة على الشاشة بعد اذنكم واشراف اللجنة المكلفة من اللجنة الولمبية المصرية لمتابعة الاعمال بصوا بقى حضور كل من اولا مجلس ادارة النادي السيد الاستاذ بالنسبة للجنة الولمبية المصرية السيد المستشار محمد محمد صلاح السيد المستشار حسام الدين حسن عوض السيد المستشار اسماعيل محمود اسماعيل السيد الاستاذ احمد محمد اسعد مدير المكتب الفني باللجنة الولمبية والسيد الاستاذ احمد سعيد درويش غضو المكتب الفني للجنة الولمبية والسيد الأستاذ أحمد عبد العظيم عبد الصمد عضو المكتب الفني للجنة الأولمبية السادة ممثل اللجنة الأولمبية حضرين وموقعين حضور مجلس إدارة النادي المنتهية ولايته لأنه لغاية وقتها اللايحة بتلزمه هو المسؤول عن نادي ومسؤول عن إدارة الجمعية العمومية لغاية تسليم الأمور للمجلس الجديد قد بدأت عمل التسجيل وإبداء الرأي من خلال 156 لجنة أنا بس عايزة وضع حاجة هنا حضراتكم هتلاقي 12 اسم مطلوب توقيحهم عدوا عدد التوقعات هتلاقوها 12 توقيع يعني كل واحد ماضي جنف الآخر السيد الأستاذ سيد حزين وكيل الوزارة من مدرية الشباب الرياضة حاضر السيد الأستاذ أيمن طاهر وكيل المدرية السيد الأستاذ رأفت شكري مدير إدارة الهيئات الرياضية وقد استمر التسجيل وإبداء الرأي حتى الساعة السامنة مساء طبقا للإعلان المنشور في كذا وعليه أعلن عن اكتمال النصاب القانوني لصحة الانأخاذ الذي يتطلب حضور خمس طلاف عض ده فيما يخص التصويت كما تم التنبيه بالمزيعة الداخلي بالتوجه لمقر مناشة جدول الأعمال بالصالة المغطاف حتى الساعة السامنة مساء وبحصر عدد الأعضاء المتواجدين داخل جدول الأعمال في المقر المعد لذلك في الصالة المغطاف تبين أن عددهم ميتين عضو كان مفروض يحضر خمس طلاف حداشر ألف لأنه نص عدد العضاء اللي صوته صوت اتنين وعشرين وكسر كان مفروض يكون موجود في الصالة حداشر ألف وكسر اللي حضر كان بالتوقيع ميتين وعليه أعلن عن عدم توفر النصاب القانوني لصحة أي تقرارات تصدر خاصة بمناشة جدول الأعمال لقلة عدد الحضرين بالجلسة عن النصاب القانوني المطلوب المناقش وهو خمسين في المية من كذا والتي تنص على إرسال الميزانية والحساب الختامي للجهة الإدارية المختصة لإرسالها إلى الجهاز المركزي للمحاسبات وتفويد مجلس الإدارة في سلطات الجمعية العمومية في باقي بنود جدول الأعمال ما عدد بند انتخاب مجلس الإدارة واعتماد فوز منصب نائب الرئيس بالتزكية ليه؟ بصوا النص الحاسم القاطع اللي بيكشف لكم إن المسألة رغبة في تعطيل إرادة جمعية عمومية محترمة ليه؟ نظراً لتوافر النصاب القانوني خلال التصويت عليه هو مقصود بص يعني قال لك خلاص أنت هتبعت للجهة الإدارية الميزانية عشان ترجع حالك بعد المراجعة تعرض على مجلس الإدارة المفوض ما عدد بند الانتخاب وتزكية عض نائب الرئيس ليه؟ بالنص نظراً لتوافر النصاب القانوني خلال التصويت عليه بصوا النص القطع ما عدد أقول الجمعية العمومية؟ وقع بقى المدير التنفيذي الدكتور سعد الشلبي رئيس مجلس الإدارة الكابتن محمود الخطيب السيد اللجنة القضائية المحترمة المشرفة على الانتخاب السيد المستشار أحمد لطفي عبد الرحيم حسن السيد المستشار أسامة عبد العزيز تاج الدين واللجنة المكلفة من اللجنة الأولمبية اللي أنا قلت لحضراتكم عليها السيد الأستاذ أحمد محمد أسعد وأحمد سعيد درويش وأحمد عبد العظيم عبد صمد واللجنة العليا المشكلة من المديرية الدكتور سيد حزين والأستاذ أيمن طاهر والأستاذ أيمن راشد وقعوا على هذا المحضر اللي أقر فيه إن اللي أحيل للجهة الإدارية مشروع الميزانية لمراجعته وتفويض المجلس الإدارة فيه ما عدا الانتخاب وتسكيل نائب الرئيس حل؟ قال لك لا كان فيه برضو أنا بتكلم في مديرتي الشباب الرياضة في القاهرة اللي تم تصديرها للأزمة واللي المفروض تكون المتهم الأول في هذا الموضوع ليه؟ لأن هناك ازدواجية معايير فجة في إدارة واعتماد الجمعية العمومية للنادي الآلي والجمعية العمومية للنادي الزهور والنادي هليبلس والثلاثة تحت مظلة واحدة اللي حصل مع الزهور واللي حصل مع هليبلس مش هو أبداً اللي حصل مع النادي الآلي رغم تمام وثبوت واكتمال وتشابه الظروف